إذا وقهت المبعوث الأممي بهذا الطرح أو أي مبعوث حتى من أيام بن عمر وعطنا إلى الشيخ لماذا أنتم تركتم اليمن في هذه الفضاءات ولم يكن لهم دور دائما ما يردون وأنا تبعت مقابلة قريبة لبن عمر مع أحد القنوات لماذا أنت كنت متساهلاً؟ لماذا أسهمت في اتفاق سرم والشراكة؟ فكانت الردود هي متشابهة أنه نحن نعمل بحيث بما وصلت إليه القوى الفاعلة على الأرض إذا كان هناك قدرة للجيش اليمني والشرعي اليمني لشيء نحن نغطي ونحاول أن نسنده لكن كنا نعمل في فراغ قال ابن عمر نصطاً يعني كنت أعمل في فراغ كانت الميليشيا تقتاح والجيش مختفي كانت الميليشيا تتواقد والعزبة السياسية لا تعمل فنحن يمكن أن نفهم أقوال وتصريحات المبعوث الأممي من سياقين السياق الأول أنها تعمل في ظل وقاع السياق الثاني أنه ليس هناك وقاع جديد للشرعية تحفز المبعوث الأممي كي يسندها لكن لا ترى أن هناك تناقض في بعض الأحيان عندما تكون الجهة الشرعية والمقاومة الشعبية في تقدم أو في سيطرة لبعض الأمور تتدخل القوى الخارجية للضغط وبينما هم يردون أيضاً أن ليس لدينا أي علاقة وليس لدينا أي قوة الضغط على الأطراف هذه النقطة صحيحة لكنها مضخمة في الإعلام متى يكون حضور الأمم المتحدة ولكذا؟ عندما يكون المعارك قريباً البحر الأحمر لأن البحر الأحمر يعني الأمم المتحدة بشكل عام ما هي العين التي تنظر لها اليمن؟ وإمريكا على رأسها عندما نقول أمم المتحدة فيعني الدول الخمسة العضوية وعندما نقول أمم المتحدة يعني أمريكا في قلبنا ترى اليمن من أي زاوية من أي منظار من أي عين من منظار ملفين لا ثالث لهم البحر الأحمر أنه آمن أو غير آمن تدفق الطاقة هذا الملف الرئيسي لدى أمريكا أي حرب في الحديدة مثلاً يهمها في الحديدة كانت عندما اشتعلت الكل حضر لأنهم خافوا أن الميناء ويمتد الموضوع إلى البحر هنا سوف تمس بصالعهم لكن عندما كانت معارك تعز أو مارب أو شبوة يعني تم تحر شبوة ولم يضغطوا علينا فينبغي أن نفهم متى يحضرون ويضغطون عندما يرون أن الموضوع موضوع ممر مائي الملف الثاني أيضاً في قلب المعادلة الجيوسياسية للأمريكا والمتحدة هي ماذا؟ ملف الإرهاب يعني أمريكا لم تكن تهتم لليمن ولم تكن تنظر اليمن إلا هذه الملفين عندما يتسلم حقيبة الخارجية أو المستشار الأمن القومي الأمريكي لكل دولة يتسلم عدة ملفات يتسلم لمصر ملفات محددة ثلاثة أربعة خمسة يتسلم للأردو ملفات محددة ماذا يتسلم لليمن؟ ملفين يدخلوا القعبة الحقيبة ملفين ملف الإرهاب ومكافحته ملف البحر الأحمر وهذا الأمر مستقر في السياسة الخارجية الأمريكية منذ عقود منذ النظام السابق وما قبل النظام السابق طبعاً وسعودية تعني لهم بعض الملفات إذن ينبغي أولاً عندما نحلل هذه الخطابات سياقاتها هل سيضغطون علينا إذا حررنا تعز؟ لا إذا تم تحرير تعز الأمم المتحدة ستبارك حررنا شبوى وباركة لكن إذا ذهبنا يا الحديدة ستحضر الأمم المتحدة ويحضر لأن هناك باب المندب إذا حضر باب المندب ومعارك سيدخلون حتى عسكرياً لأن مصالحهم في هذا الممر في هذا الأنبوب الذي يبدأ بباب المندب وينتهي في قناة السويس هنا مصالح العالم هنا 30% من التجارة العالمية تفض هنا